اشتركوا في القناة وخمسين الف عاون استعدادا لتأمين الاحتفال برأس السنة والقطاع الصيحي يسجل انتعاشة هم مظاهرة حاشدات عم المودن الفلسطينية احتجاجا على قرار ترامب وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات مع قوات الاحتلال أهلا بكم مشاهدين أصدرت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بلاغا حول طرق حصول الراغبين في الترشح للانتخابات البلدية المقبلة المنتظر ماي المقبلة على شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو الجهوية تبعا الصعوبات التي يواجهها بعض المواطنين المترشحنا للانتخابات البلدية المقبلة في شهر ماي القادم للحصول على شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو الجهوية كما نص عليه الفصل عدد 49 سادسا من القانون الانتخابي والذي تم تعدله من قبل البرلمان في فيفر الماضي أصدرت وزارة الشؤون المحلية والبيئية بلاغا في الغرض وفادت الوزارة بأنها قامت بمرسلة الولاد قصد دعوة كافة المصالح البلدية المكلفة بالجباية المحلية إلى العمل على تسير إسناد الشهادة في عدم ترسيم عقار بجدول التحصيل حسب الحال لمستحقها وفقا للتراتيب الجري بالعمل وبالتالي تفادي أي تأويل في هذا الخصوص وضافت أنها قامت بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية لتسير إسناد شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية والجهوية من قبل القابض البلدي وفقا للتراتيب الجري بيع العمل كما تولت تنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قصد قبول شهادة عدم الترسيم كشهادة تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو الجهوية بالنسبة إلى حالة عدم وجود عقار على ملك الراغب في الترشح للانتخابات البلدية وأوضحت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنه في حالة وجود عقار على ملك الراغب في الترشح للانتخابات البلدية فإنه يتعين على المعنى بالأمر التوجه للقابض الإداري للحصول على شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو الجهوية مؤكدة أن تسليم شهادة المذكورة مرتبط بخلاص المعلوم على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية الموظف على العقار تبقى للفصل 13 من مجلة الجباية المحلية أما بالنسبة إلى حالة عدم وجود عقار على ملك الراغب في الترشح للانتخابات البلدية فذكرت الوزراء في بلاغها التوضيحي أن المصالح البلدية تتولى في هذه الحالة تسليم المعنى بالأمر شهادة في عدم ترسيم عقار بجدول التحصيل وذلك بعد تثبت من عدم وجود عقار على ملك المعنى بالأمر بجدولي التحصيل للمعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية يذكر أن القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينصف النقطة السادسة من الفصل 49 والخاص بمطلب الترشح للانتخابات البلدية والجهوية على وجوب تقديم المترشح لما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل لسنة المنقذية وعلى شهادة إبراء الضمى من الأداءات البلدية والجهوية إلى جنب وثائق أقراف مطلب الترشحي الذي يقدم إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصريامس مراسلة إلى مجلس نواب الشعب يعلنه فيها بالاختصاصات محل تجديد صلب مجلس الهيئة بعد إجراء قرعة تجديد ثلث تركيبتها في الثالث والعشرين من نوفمبر منتهى إلى مغادرة ثلاثة أعضاءهم على توالي نجلة براهم وأنور بن حسن ورياض بحوش وفق ما أكده رئيس الهيئة الذي بيّن أنها تكون بذلك قد استقملت ما هو محمول عليها وفق ما ينص عليه القانون وأن مسألة استكمال التجديد أصبحت بيد البرلمان الاختصاصات محل تجديد ثلثي مجلس الهيئة هي قضي إداري ومهندس مختص في مجال المنظومات وسلام المعلوماتية ومختص في المالية العمومية وفي ملمح خبري يترجم أهمية العمل على المستويين الجهوي والمحلي تتعرفون إلى جمال النصراوي المستثمر التونسي المقيم بالخارج الذي اختار أن يعود إلى موطنه منطقة فوسانة من ولاية القصريين لبعث مشروع استثماري في مجال الصناعات التحويلية قطاع فلاحي متميز بمعتمدية فوسانة التي تختص بإنتاجها من الطماطم يمتد زرعها على مساحات تقدر بألفي هكتار إذا فطل احتوائها على أكثر من مليون شجرة طفاحة وغيرها من المنتجات الفلاحية منتجات يبدو أنها ستدخل حيزة تصنيع بوضع حجر الأساس لمشروع مختص في الصناعات التحويلية للمواد الغذائية نعمل على هذا المشروع منذ سنة 12 والفين واليوم توصلنا إلى تركيز هذه المنطقة الصناعية والتي تختص في مجال الصناعات التحويلية منها صناعة زيت الزيتون وعصائر الغلال كالطماطم والتفاح وسيتم ترويج المنتوج في الأسواق المحلية والعالمية بمنطقة أم لحوال الحدودية ركز هذا المشروع الذي خصصت له ميزانية تقدر ب34 مليون جنار وسيوفر مواطن شغرنا لأكثر من 600 عامل في غضون خمس سنوات نشكر تونسي لهنا يجي وشوفون يحلوا المعام تلفت الجبل شوف الجبل منطقة حدودية بيردة وكل شي معناه وتفتقر كل شي أكثر شما الطريق معناه شطريق شوفوا وجه وشحط فيه شغلوا كمشروع سيوصلهم بالتشغيل وصلهم لهنا منطقة فلاحية الناس نجم تخدم أراضات نجم دوعد ويدور الدوليب ولبس شروع ذايا إن شاء الله بداية حير فهمت وعلى مولينا ونحن لهنا الحاجة لنقصتنا هي الطريق وندعم كافة الاستثمارات اللي تنطلق من خصوصيات الجهة ومن أمكانية الجهة من الاستثمار يعني كيف نقوله بش ندعم والتنمية يعني أنه كل التسهيلات بما فيهم وخاصة تطوير البنية التحتية وخاصة طرقات أنا تكون في فسانة ونشوفه في دعم البنية الأساسية طرقات عن 10 كم تقريبا قاعدة تنجز في فسانة في قلب المدينة لتطوير البنية الأساسية تشجع الاستثمار وبعث المشاريع من أولويات جهتنا لم تشهد تقدم من يذكر في مجالها التنموية سخرت وسارة داخلية 54 ألف عون من أسلاك الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية في إطار استعداداتها لتأمين الاحتفال برأس السنة الإدارية وفق بيان لها جاء فيها أنها ستواصل تسخير إمكانياتها البشرية والمادية يوم الاثنين المقبل الموافق للأول من جنفي 18 و2000 لتأمين حسن سير حركة المرور وتنقلات المواطنين بين مختلف الولايات بمناسبة نهاية عطلة الشتاء المدرسية والجامعية وعطلة رأس السنة الإدارية الوزارة دعات المواطنين إلى التزام السياقة المتزنة وعدم الإفراط في السرعة واحترام الأولويات وملازمة اليمين والابتعاد عن المجاوزة غير القانونية حاثة جميع مستعملية طريق لاحترام قانون الطرقات والامتثال لأعوان الأمن إن أشاروا عليهم بالوقوف وذكرت بأنها تضع على ذمة المواطنيين ومستعملية طريقة أرقام الهواتف المجانية التالية لإرشادهم ومساعدتهم رقم وزارة الداخلية الأخذر ثمانين عشر حديش حديش الأمن الوطني مائة وسبعة وتسعون الحرس الوطني الوحدات البرية مائة وثلاثة وتسعون الحرس الوطني الوحدات البحرية مائة وأربعة وتسعون الحماية المدنية مائة وثمانية وتسعون أو الاتصال بقاعة شرطة المرور على الرقم 71 342 787 أو بمركز إرشاد الحرس الوطني على الرقم التالي 71 960 448 وفي خبرية تعلق بالقطاع السياحي الذي ينشط بشكل خاص إبان العطل خاصة منها تلك المتعلقة برأس سنة الإدارية تشهد الوحدة السياحية إقبالا محترما بعدد حجوزات مرتفع وعدد ليالي مقضات جيد من ذلك أنه وفي ولاية سوسا يعول البهنيون على تواصل انتعاشة هذا المجال الحيوي خلال السنة القادمة عبر استقطاب أسواق جديدة سياح اختاروا قضاء الاحتفالات بحلول سنة إدارية جديدة في نزل بسوسا مستمتعين بما يقدم لهم من خدمات وعروض احتفالية وأسعار تفاضلية يكفي أن تغادر إلى الخارج لتشاهد شمسا رائعة وبحرا في غاية الزرقة كل شيء جيد يجب أن تنظر أيضا إلى الداخل فالنزل ممتاز ونوعية الخدمات جيدة كثيرا إلى جديدة description البحث عن الإمتياز لإرضاء الحريفي تونسيا كان أو أجنبي ذلك ما يسعى إليه أصحاب النزل تونس يحب نرس العام يحب يدل الروح ويحب يخرج ويحب حاجات جديدة وحاجات نحن نحضرين سهرية كمال برشاوتلا في تونس عنا دي سبيساليتي دفخوا دماغ كمال ميرود، سومون، الكروفيت، وتوردو توسا، لزويتر عنا حرفة من فرنسا، من إيطاليا، من جزائر، بين بيداما من تونس وإن شاء الله نستنعوا في جنسية أخرين إن شاء الله في الحوج وزيزة التمتيحة ومتقوا في الأمطار الأخيرة كما نقول من ألمانيا، من بلدين من روسيا عنا قبول معناتها للنزل، عنا اللي جي معناتها كليونية يعود ويرجعوا سواء من ناسونا اللي تي معناتها دي فرانسي ولا دي زلجيريين توا موجودين ولا معناتها تونسا وكل شيء على المرشي لوكال زي كيف كيف من نساوش كل التونسا خطر تونسا يخرج وتونسا كتحتية خدمات باهية رأي التونسي جي والتونسي يسرف استعدادات أمنية وتأطيل الوحدات السياحية من أجل احتفالات آمنة الاستعدادات هذه بدأت بمراقبة الموسط السياحية هي في الحقيقة مراقبة مع التأثير والتحسيس إلى غاية عشرين ديسمبر تم تسجيل زيادة بأكثر من 18% من حيث وعد الوافدين اللي بلغ أكثر من 898 ألف وافد كذلك الليلة المقضات شهدت زيادة بحوالي 25% وتم تسجيل حوالي 4 عملين و132 ألف ليلة مقضات حركية سياحية تشهدها سوسا هذه الأيام مع عودة الأسواق الأوروبية الكلاسيكية ونسبة حجوزات فاقت 90% والجميع يبحثوا عن الليلة يختتم بها سنة إدارية ليفتتح أخرى سياحة المؤتمرات تسجل هي الأخرى مؤشرات انتعاشة خاصة بجزيرة جربا ما ينبئ بنجاح الموسم السياحي الحالية أسوق الجزائرية فاعل مهم في تحقيق هذه الانتعاشة وينتظر أن تزيد الرحلات المباشرة من الجزائر إلى مطار جربا حظوظ إنجاح الموسم إلى جزيرة جربا وصل أكثر من 350 صيدلي وطبيب جزائرية مشاركين في تظاهرة ملتقى سنوية لأحدى المجمعات الجزائرية الطبية الصيدلانية المختصة اختارت عقد مؤتمرها السنوي للمرة الأولى في جزيرة جربا جزيل الشكر للتسهيلات التي قامت بها جربا خاصة خاصة في مجال المطار أين وجدنا كل التسهيلات؟ لو كان نطور الخط لشارتها بين الجزائر وجربا وهي ساعة وعشرين دقيقة أقرب من باري الجربا نتصور أن تكون جربا وجهة سياحية مايس يعني نقول مليح يعني تاع المجموعات الكبار هدفي إن شاء الله هذا الصيف إن شاء الله نجيب العائلة والأم ونجو الجربا يعني والله العظيم وأنا أول ما لجي جربا منذ اللي رح لحمامات وشوف جربا يعني والله زع ما بلد متين تنظيم هذا الملتقى الجزائري الأول بجزيرة جربا يأتي في سياق استئناف الجزيرة لنشاطها كوجهة مميزة لسياحة المؤتمرات والأعمال يعمل المهنيون والمندوبية الجهوية للسياحة على تثمين هذا المنتوج خلال الموشم الشتوي على وجه الخصوص هي مؤشر اللي عودت السياحة على مدى سنة ونحن نخدمه على المنتوجات متنوعة خاطر السياحة الشاتيئية هي كسب لتونس وكسب لمنطقة لجزيرة جربا ككل وجرجيس أما بالنسبة لسياحة المؤتمرات بدأت ترجع نحن يقول لك لازم السيكسي يجيب تظاهرات أخرى السوق الجزائري الحق نحاوله باش نطورها في جربا عننا توا من عامين ثلاثة المشكل الكبير اللي عنها هو الرحلات الجوية وأنا فرحان برش على خاطر لي أول مرة تصير العمل هي ذي أنه لابوراتوار معناها طبي يسفر رحلتين ديريكت من بين عاصمة الجزائر الجربا ويبقى ما يتوفر من وحدات فندوقية وخدمات سياحية بالجزيرة قادر بحسب المختصين على استئناف الجزيرة لاستقطاب أسواق جديدة عربية وأوروبية متى توفر تأمين حضور النقل الجوي عبر مطار جربا جرجيس الدولية ببدرة من منظمات وجمعيات وبشاركة مع معتمدية ساقية ديربس فاقص تنظم مدورة مهرجان الزيتون الأولى تحت شعار زيتونة في كل بيت قصد تثمين شجارة المباركة ودعم الاقتصاد العائلية بزرع زيتونة في كل بيت هذا ما تبقى من المعصر الأثرية بوستين هي الأقدم في معتمدية ساقية الديربس فاقص وهي اليوم تحتضن الدورة الأولى لمهرجان الزيتون بالمنطقة هذه كانت حاجة عربية كانت فيها طلاشة بيسة كانت فيها طلاشة بيسة وزد مدارات وزد شباراترات يصفيوا خدامة كانت فيها موجودة ما شاء الله وهذه الزيتونة كانت زيتونة متاحة كل تحت الدبوات ما كاش عريان فهمتش وريحة الزيت والزيتون تتشم على بعض هي حاصرة على الدنيا حاصرة على الدنيا والقرنة متاحة جاي من تاني من هنا هذه كانت معصرة زيادة من أحسن معصرات يمتاز المهرجان هذية حاجة استثنائية ربما مش موجودة في بعض مهرجانات وعملنا سوق من المنتج للمستهلك السوق هذي وفرنا فيه غرس الزيتون بأنواعه أسوأ مدعمة مشكور السيد قال أن ندعموا الجيها ومكننا توجههم بتاعنا في وفرة الزيتونة هي الشجرة المباركة اللي نحب ندعمها بالجيها هذه حتى الوليدات عملنا مباريات واللي يأخوا الجيزة يعطيوها سجرة بتاع الزيتون الزيتونة معناها نجمو كل شجرة مباركة من عند ربي سبحانه وتعالى عندها عدد فوائد زيتها متعدد الفوائد زيتونة سبحان الله فيها ما يتيش من أكثر أشجر فايدة حطبها زيتونة يوفر زيت اللي هو من أحسن الزيوت الدورة الأولى لهذا المهرجان تأتي تحت شعار زيتونة في كل بيت في سعي إلى دعم الاقتصاد العائلي علش لا وهكي كان شعار الدورة متاعنا هو زيتونة في كل بيت علش لا من وليه كل عائلة تأكل من زيتها وتولي تغير زيتونة وحنا هنا عنا توزيع بالنسبة للجمعية قدرنا 200 جمعية خاصة 200 شجر زيتون لتوزيعها بصيغة جوائز وهدايا الطريقة أنه عامين ثلاثة بحول الله كل عائلة تبدأ بزيتونة وعام جائزة هذه التظاهرة تحتفي بشجرة زيتون في معتمدية سقيط الدير بسفاقس ومن مرأي هذا الحدث طرح آخر في ضرورة البحث في طرق جديدة تتمن هذه الشجرة وتدعم الاستثمار في هذا المجال أما قفصة فتشهد على امتداد ثلاثة أيام آخرها اليوم تشهد دورة ملتقى التراث الشعبي العربي الأولى تنظمه الجمعية التونسية للثقافة الشعبية بتعاون مع معهد التراث الوطنية الموعد مناسبة التقى خلالها شعراء من المغرب والمشرق تضمنت جلسات علمية تناولت التراث الشعبي وخصائصه في البلدان العربية بعذب الكلام وسحر النظم أثث شعراء من المشرق والمغرب العربي أمسية افتتاح الدورة الأولى من الملتقى العربي للتراث الشعبي بقفصة أردنا أيضا بناء الدعائم لجسر ثقافي تعاوني للتبادل بين مختلف الدول العربية وهذا طبعا نظرا لذلك العامل المشترك خصوصا من حيث اللغة العربية باعتبارها الركيزة الأساسية للتواصل كانت فرصة لألتقي بيسلة من خير شعراء تونس والشعراء العرب أيضا كانت فرصة طيبة جدا وكان الافتتاح رائعا في أجواء حميمية تفاجأت حقيقة بحجم هذا التراث والمخزون الشعبي اللي موجود فيه قفصة ديمة شامخة هم ونموس مايهوها السوس منيعة تقدح خيلها بركة ودبوس الجانب العلمي كان له نصيب في الملتقى من خلال جلسات اهتمت بالمشترك في التراث الثقافية العربية والتراث اللامادي ودوري في الواقع الثوري بان الحقبة الاستعمارية هناك أشياء مشاركة ضرورة البحث فيها وضرورة تثمين ما هو حي وبالإمكان الاستفادة فيه والاستعمار فيه كتراث الثقافي غير مادي دعم للتنمية الهوية والانتماء الملتقى العربي للتراث الشعبي بقفصة مولود جديد جاء ليؤسس نواة ثقافية تحتفي بالتراث الشعبي وتثمن مخزونا ثريا يميز الحضارة العربية في مغربها ومشرقها أدانت تونس مساء أمس الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف كنيسة مرمينة بمدينة حلوان المصرية ورح ضحيته عشرات القتلى والجرح من المواطنين الأبرياء وزارة الشؤون الخارجية قالت في بيان لها إن تونس وإذ تعبر عن استنكارها استهداف دور العبادة وعن تعاطفها مع أسر الضحايا فإنها تجدد وقوفها المطلق إلى جانب مصر الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها مجددة دعوتها إلى مواصلة الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق في مجابهة ظاهرة الإرهاب المقيتة التي تهدد أمن وسلامة دول المنطقة والعالم بأسره وقد شيع المئات مسامس جثمين ضحايا الهجوم الإرهابية الذي ضرب كنيسة مرمين القبطية الأردوكسية بضحية حلوان جنوب القاهرة الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها ونفذه مسلح استهدف الكنيسة ومتجرا على ملك قبطية الهجوم أودى حسب بيان وزارة الداخلية المصرية بحياة تسعة أشخاص وهصاب آخرين بجروح فشان الفلسطيني تتواصل للأسبوع الرابع على التوالي موجة الغضب الفلسطيني ضد قرار رئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الزهيوني المحتل ونقل سفارة الأمريكية إليها ألف الفلسطينيين خرجوا أمس في مظاهرات عارمة وشهدت الضفة الغربية وغزة مواجهات مع قوات الاحتلال أسفرت عن سقوط شهيد وعشرات المصابين شيعت غزة شهيدا جديدا من أجل القدس جوهر القضية الفلسطينية سقط أمس برصاص قوات الاحتلال في رابع جمعة غضب بعد القرار الأمريكي بخصوص القدس ألاف الفلسطينيين خرجوا أمس إلى شوارع غزة وظفة الغربية المحتلة في مظاهرات عارمة واجهتها آلة القمع الإسرائيلي بإطلاق وابل من الرصاص الحي ليسقط العشرات من الجرحة في صفوف المتظاهرين ولينضاف اسم جديد في سجل الشهداء الفلسطينيين مسؤول الصحة الفلسطينية عدوا ما لا يقل عن خمسين مصاب فلسطيني معظمهم على حدود غزة وفي فصل آخر من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية أطلق نشطاء المقاومة الفلسطينية سواريخ على المحتل الإسرائيلي الذي رد بقذفات الدبابات والقصف الجوي بالطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن استهدافه لمواقع وصفها بالتابعة لحركة حماس في غزة بعد زعمه اعتراض صاروخين من الصواريخ الثلاثة التي أطلقت من الأراضي المحتلة وقالت شرطة الاحتلال إن الصاروخ الثلاث أصب مبنى مما أدى إلى وقوع أضرار وتكتمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إمكانية أضرار بشرية في الحادثين المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية ما فتأت تشتد منذ السادس من الشهر الجاري تاريخ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره القاطع مع سياسة بلاده الخارجية فيما يتعلق باستراع الفلسطيني الإسرائيلي بخصوص القدس قرار كان شرارة التي أشعلت لهيب غضب شعبي تجاوز الأراضي الفلسطينية ليثير موجة من الإدانة الدولية في جديد الرياضة تعاقد النادي الرياضي السفاقسي رسميا مع كل من متوسط ميدان مستقبل جابس مراد الهذلي بعقد مدته موسمان ونصف وظهير الأيسر أشرف الزواغي أمضى أيضا عقد انضمامه إلى فريق عاصمة الجنوب لمدة موسمان ونصف قادما من مستقبل جابس أيضا وتختتم اليوم مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة رابط المحترف الثانية في كرة القدم عندما يستضيف الأولمبي الباجي مستقبل سليمان بداية من الساعة الثانية ظهرا ويتذيل الأولمبي الباجي ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط فيما يحتل مستقبل سليمان المرتبة السابعة بثلاث عشرة نقطة نهاية الموعد الإخباري مشاهدين الكرام إليكم فيما يلي تذكيرا بالعنوين توضيح طرق حصول الراغبين في الترشح للانتخابات البلدية على شهادة إبراء الذمة وهيئة الانتخابات ترسل البرلمان حول مسألة استكمال تجديد تركيبتها وزارة داخلية تساخر 54 ألف عاون استعدادا لتأمين الاحتفال برأس السنة والقطاع السياحي يسجل انتعاشة مهمة مظاهرات حاشدة تعم المدن الفلسطينية احتجاجا على قرار ترامب وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات مع قوات الاحتلال هذه النشرة وغيرها متوفرة على بوابة التلفز التونسية نلقاكم على خير